أبو شعيد من أبهى يقول نرجو تفسير قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون نعم هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين لأنهم أهل الامتفاد يغضوا من أبصارهم يعني يغمضوا أبصارهم أو يلفتوها عن النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه فالأبصار قد تجني على صاحبها والنظرة تجر إلى الشر فعلى المسلم يغض بصره عما حرم الله سبحانه ولا يطلق بصره فينظر إلى النساء وينظر إلى الصور الفاتنة التي تعرض في الشاشات فليغض بصره عنه ولا ينظر فيها نعم نعم نعم